هنا في لبنان حكومة جاءت فبات الوضع أسوأ مما كان ففي ظل تركيبته الطائفية الهجينة وبنيته الاقتصادية الهشة ووقعه السياسي المرير تتوصل معاناة اللبنانيين ويوما بعد يوم يتعمق الجرح المعيشي للمواطن يزيده ألما لهيب الأسعار الذي كان الدواء آخر ما طاله مهددا الكثيرين ولسيما ذو الأمراض المزمنة الحكومة اللبنانية بدورها قررت رفع الدعم جزئيا في البلاد عن الأدوية المزمنة التي يستحيل على المريض استبدالها أو إيجاد البدائل منها بسهولة ما جعل عددا من المحتاجين يعبرون عن غضبهم من القرار بأن توجهوا إلى مقر وزارة الصحة لاقتحامه فهنا يبدو كأن شيئا لم يكن فهذه الحكومة التي ظن الشعب أن تشكيلها سيمثل طوق النجاة من كل المشكلات التي لا حصر لها خاصة وأنها جاءت بعد سيالات عديدة استمرت لأكثر من شهر منذ تكليف رئيسها ناجيب ميقاتي بتشكيل الحقيبة الوزارية والآن لا تزال المشاورات جارية على أكثر من صعيد لحل أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء الناجمة عن المطالبة بإقالة المحقق العدلي بانفجار المرفأ والتي تدور في حلقة مفرغة من دون أي تطور يذكر فيما لا يزال العمل جاريا لإقناع وزير الأعلام جورج قرداحي بالاستقالة الطوعية ويبدو أن هذا ما يسعى إليه ميقاتي الذي يتواصل مع الأطراف المعنية للنجاة من المقصلة الخليجية التي وضعت فيها البلاد منذ تصريحات قرداحي رئيس الوزراء اللبناني ناجيب ميقاتي بعدما التقى الرئيس ميشيل عون في وقت سابق اليوم خرج بعدها ليقول إنه سيدعو الحكومة للانعقاد قريبا وذلك بعدما يربو على شهر من الشلل السياسي في البلاد مضيفا أن البلاد تمر بمرحلة صعبة وخطيرة ولا شك أن الحالة الحقيقية للأزمة اللبنانية يجب أن يأتي من الداخل عبر تنازل النخبة الحاكمة عن فكرة المحاصصة التي تعوق تشكيل الحكومات من خبرات وكفاءات لتحل مكانها فكرة دولة الموطنة تتمكن من العمل بشكل احترافي لإنقاذ لبنان بعد أن أنهكه تضارب صلاحيات ومصالح الطوائف والرئاسات وتأكيدا لذلك خرج قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ليقول ويؤكد أن العسكريين على مسافة واحدة من كل الفرقاء وأن المؤسسة العسكرية هي النقطة الجامعة التي يلتف حولها جميع اللبنانيين إلا أن وجوه اللبنانيين محملة بالآلام والآمال آلام الأوضاع المريرة وآمال الخروج من هذه الأزمة ترجمة نانسي قنقر